جنين وحكاية المخيم المقاوم تعود للواجهة مرة أخرى في يوم دام غير مسبوق منذ عام 2002 توغل فيها الاحتلال قصف وقتل ارتكب جرائمه وانسحب بسرعة خوفا من زلزال آخر يسقطهم في بوابة رعب لا تنتهي فيما بات يعرف لديه بعش الدبابير في مساحة لا تتجاوز كيلو متر واحد جدد الاقتحام الأخير الذي خلف قتلى وجرحى ودمارا بالمباني جدد هواجس الخوف والرعب من المخيم القريب من مدن الداخل ومشاركة عدد كبير من أبنائه في العمل المسلح هذه الرغبة في المقاومة تعكس بحسب مراقبين تطور الحالة النضالية الفلسطينية وتقدم الشارع الفلسطيني عن الفصائل زمانيا ومكانيا وهو ما تعيشه جينين بالتحديد أشهر من الصدام تليها أشهر من الهدوء لتبقى شعلة الرفض الشعبي للاحتلال في العديد من المناطق موجودة وبقوة ويؤكد خبراء فلسطينيون أن ما جرى في عملية اقتحام جينين لا ينبئ باجتياح عسكري موسع قريب في ظل محاولة الاحتلال بحكومته الجديدة السيطرة على الجغرافيا والديمغرافيا الفلسطينية عبر توسيع الاستيطان وصولا لمحو الهوية الفلسطينية وإنتاج جيل فلسطيني جديد هذا المخطط بمحو الهوية يبدو أنه سيصطدم مرة أخرى بحالة اسمها جينين تكبر وتتسع وقد تمتد إلى مدن ومخيمات أخرى في الضفة الغربية التي يبدو أنها تتحول لنموذج متقدم من الحالة الشعبية المدنية والعسكرية التي تبقي الصراع مفتوحا باتجاه حلم التحرير اشتركوا في القناة